السلام عليكم يا احلام وتابعين في الدنيا رب تكونوا بخير النهاردة هعمل شنطة صورية في ايج ناس كتير طلبت مني عاملها من غير كرتون بالخامة بس فبدأت كده ان انا اجيب قطعة من الكريستال طولها 30 سنتي وعرضها 20 سنتي اسم القطعة التحت اللي هي 30 سنتي ل 8 سنتي من فوق بعد كده 10 سنتي من تحت بعد كده 2 سنتي في النص و 10 سنتي تاني من تحت هبدأ اتني العشرة سنتي على العشرة سنتي والاثنين سنتي دول المسافة اللي هي بتكون من تحت بعد كده هبدأ ان انا اجيب قطعة من البطانة اي ان كانت بقى البطانة اللي عندكم بس دي البطانات اللي هي بتاعت السوريهات او الشنط علشان تكون الفينش بتاعها زي الجهز بالزر هحط شمع من تحت وهبدأ كده ان انا اتني الجزء اللي من تحت خالص حوالي سنتي كده علشان الفينش بتاعت يكون مضبوط بعد كده هبدأ ان انا ازبط البطانة جزء في جزء كده هلزق جزء بعد كده هلمها والزق جزء تاني علشان افرغ الهواء اللي هيكون موجود ما بين الخامة والبطانة طريقة سهلة جدا دي اسهل طريقة تعملوها من غير كرتون ومن غير حاجة خالص وفي نفس الوقت هتكون قوية لان احنا بنعتمد على الخامة نفسها انها صلبة والجزء اللي مقطوها في البطانة من فوق دي مش مشكلة خالص كل ده هيدارة دلوقتي انا بضمها زي ما انتم شايفينه بلزق جزء جزء وهدم الجزئين دول على بعض مش هتبين معي خالص طريقة سهلة جدا ممكن تعملوها بقى بايب تناصيطين لو عندكو هبدأتني بقى الجزء المهم اللي هو من فوق اللي هو اللي هيكون بيتقفل معايا من الشنطة من فوق ده اهم شيء لازم افنش كويس جدا لان ده طبعا اللي هيكون فيه الكوتشي او الكابسونة اللي هي بتاعة الشنطة هقفل كده على البطانة زي ما انتم شايفين بصوا هداري بقى كل البطانة هبدأ كده احدد المقس بتاعي كده مضبوط تمام كل الزيادات بقى اللي في الجنب دي هبدأ كده ان انا اشيلها بالمص لازم اشيلها كلها واشيلها بطريقة نضيفة شوية ما شبتش اي زيادات علشان الفنش يكون مية مية معي كبد قطع من الكريستال تمانية صنطة هبدأ كده ان انا هلزق بقى الجناب هلزقها زي ما انتم شايفين بالطريقة دي كده علشان ما يبينش معاي اي حاجة نفس الطريقة كده هعملها من نحية تانية وهلزق الجنبين يبقى انا لزقت الجنب الاولاني ولفتها ولزقت الجنب التاني زي ما انتم شايفين كده معاي بصوا شكلها عامل ازاي وبصوا من جوا الفنش بتاع هنضيف ازاي هده بقى ان انا اجيب قطع من الكوتشي لو عندكم الكابسون اللي هو بتاع السوريات مفيش مشكلة بس انا اللي متوفر عندي الكوتشي وبيبقى اسهل كمان هتلزقوها الاول الخشنة من تحت وتلزقوا النعم عليها وتقفلوها علشان يطلعوا اللي التين مزبطين فوقه تحت يتقفلوا بنفس المكان بصوا شكله عامل ازاي هنجيب بقى سلسلة مقفولة من الاتجاهين وندخلها من جوا كده وبعد كده نقفل عليها الكوتشي علشان تكون السلسلة بتاعتي بنفس الطريقة كده وكمان هجيب قطع من الاسترس الفضي لانه الابيض الخامة ابيض جنجا فالفضي هو اكتر لون هيليق معي هنجيب كده هنسيب سنتي من فوق وسنتي من جنب وسنتي من الجنب التاني علشان تطلع معيه مزبوطة بيرفكت من كل النواحي زي ما انتم شايفين مش عايزة داريها كلها لازم ان نحطها في المنتصف كده شكلها روعة جدا 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 انا حاشيتها بقى بالفايبر من جوا علشان لو عتحطه وتابين لكم يعني لو عتحطه بموبايل او اي حاجة فيها اتمنى ان الفكرة تكون عجبتكم ما تبخلوش بعلاقي باللايك والشير وسبسكرايب مشاكر جدا ليكم للمتابعة للنهاية ومع السلامة